الحادي والعشرون من نوفمبر كانت محافظات السلطنة على موعد مع منخفض جوي عميق محمل بالأمطار والرياح الرعدية والبرد وفور صدور البيان الرسمي من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الجوية تحركت الجهات الحكومية مع ذو العلاقة من القطاع الخاص لوضع برامج متكاملة لجعل المواطن ينعم بهذه الأمطار دون تأثير على الأرواح والممتلكات وبما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع من كهرباء وماء ومسارات طرق وشبكات اتصالات وغيرها تم تشكيل فرق من مدراء البلديات ومدراء المساعدين للدوائر المديرية العامة للبلديات الأقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم للعمل والوقوف على ما قد ينتج عن هذه الحالة الجوية الاستثنائية من أضرار ومخلفات كما تم الاتصال بالمقاولين ورجال الأعمال والفرق التطوعية والرياضية بيئة المنطقة للمساعدة حافظهم سندم تم تشكيل التوزيع المهندسي للمناطق بحيث تم دراسة المناطق التي دائما تتكرر فيها الانقطاعات في مثل هذه الأحوال المناخية جهود ربما لا يراها ولا يدركها البعض لكن خلفها موظفون أو فياء سخروا أوقاتهم وجهودهم لينعم المواطن العماني بخدمات متواصلة دون انقطاع في السهل في الجبل في الوادي أو البحر خدمات تلامس احتياجات المواطنين بشكل يومي في المنزل والسوق والشوارع وجميع مساراته الحركية ركز عليها المختصون رغم صعوبة التضاريس جهود تبذل من قطاعات عدة في جميع القرى السهلية والجبلية والساحلية من أجل أن يهنأ المواطن العماني ويسعد بحياة كريمة وهانئة من ولاية خصب بمحافظة مسندم حدثكم منصور بن ناصر السعدي